الناس كتيرة بتيجي تسألني عمر احنا عايزين نجيب ميلينج ماشين سواء ده كاترة لسه بيبتدوا او ما عمل عنده وعاوز يختار ميلينج ماشين مناسبة لو عملت الليست انا ايبليف ان الطاب بتاعت الليست هي اعمارك بسم الله الرحمن الرحيم انا اسمي عمر الخادم انا استاذ التركيبات وزراعة الاسنان في جامعة القاهرة مدير الكايرو ايمتلنت اكاديمي اكاديمية بروفاشنال مختص بالتدريب على زراعة تركيبات الاسنان انا اشتغل في جامعة القاهرة حوالي واحد وعشرين سنة حوالي واحد وعشرين او اثنين وعشرين سنة الاسبيشاريتي بتاعي كله في التركيبات وفي الزراعة كان عندي انترست بالديجيتال دينتستري عموما واعتقد ان انا مشيت فيها مشاوير طويلة وشفت وطلعت ونزلت من كذا سيستم للتاني في الكايرو ايمتلنت اكاديمي هنا احنا مركزين جدا في الترينين بتاعنا والإدوكيشن على تعليم زراعة الاسنان والجزء الديجيتال وورك فلو في التركيبات بتاعنا انا اشتغلت الديجيتال اولمست من قبل ما كانش فيه غير يا دوبا في غير سارك او سيرونا فقط لغير ابتديت الجيرني وشفت ماشينز وشفت تكنولوجيز ادفانسنج على مدار السنين وادعين عندي شوية خبرة بسيطة في مجال يمكن خلوا الواحد بيعرف يميز الحاجات من بعضيها شوية اول ما كان ميلنج اركبها عندي في المعمل بتاعي كانت حوالي من حوالي 10 او 12 سنة ومع البروجرس بتاع الايام والشغل اللي ابتدت الماشينز تتطور انا رقيت نفسي من كام سنة محتاجة أبجريد الماشينز اللي عندي لانه كمان في الاكاديمي هنا احنا بنعمل a lot of production بالذات للمتاليك ستركشورز التايتينيام والأباطمنس والشغل الهافي شوية اللي هو المكان الصغير بتاع الزركونيام والبيميئي مش بيغطيه فكان عندي احتياج كبير ان انا اشفت لماشينز اعلى شوية الماشين دي عشان انا بعمل gross production للمتالز بالذات للتايتينيام لما تعمل سيرفي في الماركت على التايتينيام بروديوسين ماشينز هتعرف انه الاسباكس مختلفة شوية انت محتاج ماشين حجمها اكبر شوية الاسبيندل باور بتاعها الموتور اللي بيخرج في التايتينيام لازم يبقى اقوى شوية الماشين لازم لها استابيليتي معينة لها كودز معينة لها كام صوفتوير مخصوص الكاتيجوري ده هيخرجنا شوية من most of the machines اللي مابودة في الماركت وده بيخلينا الحقيقة قصاد option من اثنين الاوبشن الاولاني اللي انا كنت فاكر من حوالي 3 اربع سنين لان ما فيش غيره لازم اروحته افاري اكسبنسيف 5 اكسس تايتينيام ميليين ماشين والحقيقة في مصر فيه مكانتين ثلاثة مواصفاتهم حلو وهيلين بس لما تعد تحسب 90% حتتراجع ومش هتجيب المكانة في الوقت ده كان اول مرة ابتدي اشوف الاسم بتاع اعمار والحقيقة الاسم مرفت للانتباه جدا اسم جميل فيه صبغة عربي شوية واسم جاي من البنان انا اول مرة شفت الماشين بروموشنا الفيديو كده على الفيسبوك وبعدين انا في بالي قلت ايه كانت كان ماشين 5 اكسس مصري والله حلو مجموع جميل لطيف بس يعني خدت الكلمة ومخزنتها في بالي وما ركستش فكان في مرة معرض كانت الشركة عرضة وحق الماشين وانا عديت حبيت ابص على الماشين كانت شكلها كويس ويعني شكلها بروميسي ولطيفة بس الحقيقة اول موقفت الكلمة مع البشوان زياسر القصة مختلفة لانه الناس اللي اشتغلت كات كام هتفهم الحكاية دي كويس قوي الكات كام مش مجرد مكنة مش مجرد مكنة كبيرة بتخرط وبتتحرك ويقولك الاكيرسي خمسة وعشرة ومية مايكرون مش دال مهم اي مكنة كات كام محتاجة حد فاهم ازاي يقف سواء الهارد وير بتاعها او كام صوفت وير بتاعها ازاي طلع منها احسن فايدة ممكنة واي ماشين في الدنيا هيحصل فيها مشاكل وحتعطل وحتوقف عيب من الاوبريتور فلازم يكون في حد في ظهرك فلما تقعد تتكلم على البشوان سياسر اول مرة هتعرف ان انت معاك باك اوب ودي حاجة في الديجيتال دانتستري is very 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 important يمكن ده اللي حمسني اسأل اكتر وادور واعمل وبتقيت فعلا على سيرفي وكان ساعتها في الماركت اللي جايبين للمكنة few people يعني فبتقيت اخد فيدباك من الناس والحقيقة فيدباك كان كواس جدا وكان كل الناس مجمعة انه انت معاك المكنة بتاعت اعمار فانت معاك support في ظهرك وده اللي شجعني اجيب اول مكنة من اعمار المكنة الكبيرة اللي هي تاعت وابتديت اشتغل بيها والحقيقة اهم ما في المكنة يميزها ان انت عندك technical support مش للهاردوير بس كمان للسوفتوير الحقيقة المكنة integrated فيه شليلوقتي معاك الميل بوكس وانه احنا السوفتوير بيبتقدر تعمل عليه كل الشغل بتاعك support بتاع الكام which is very important يمكن اهم من الهاردوير support بتاع الكام software مذهل وهائل مفيش مرة هتلاقي نفسك عندك مشكلة او عاوز تعمل كام لحاجة وانت عطلان الا ما هتلاقي support كويس جدا ليك البرودكشن الاولاني للمكنة انا بحب الكات كام ماشينزي بحب اقعد اتفرج واشتغل عليهم وبحب قيم quality of the product quality اللي طالع is more than satisfactory يعني انا كالتخيولاتي ان احنا جايبين مكنة وموفرين شوية عشان المكنة مصري وكده وكان ده الصورة الزهنية اللي عندي اكتشفت ان انا باخد quality احسن بكتير من مكنة تانية كات عندي قديمة شوية بس باخد quality احسن بكتير جدا من المكنة اللي الموجودة اللي عندي وده الحقيقة خلاني اقول يمكن بس اول طالع على المكنة فلاقيت نفسي ان انا كل ما ببروجرس وبحاول اعمل حاجة اصعب واصعب ما بلاقيش limit ودي حاجة مهمة جدا ان انا طول ما انا شغال اقدر 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 نفسي واعمل products احسن واقوى من غير technical problems كتير بتحصل معي لكن زي ما احنا عارفين اي machine في الدنيا انا اشتغلت على machine كتير جدا 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 مفيش مكنة في الدنيا مش وانا شغال هعمل فيها عطلة هحصل فيها مشكلة او هيحصل فيها حاجة الميزة الرئيسية اللي لقيتها مع عمار انك بترفع سماعة التليفون قالو يا بش مهندس انا عندي مشكلة في الحاجة الخرانية وده النفس اليوم تاني يوم بالكتير بتلاقي حد يجي حللك المشكلة وزبط لك الدنيا اذا ما دخلش عمل كده لو هي مشكلة صغيرة بالteam viewer يخدش يزبطها بيبعط لك حد physical support ودي واحدة من المشاكل الرئاسية في كات كام سيستمز اللي ملاهاش support قويس ومصر ممكن السيستم يبقى هاية لكن technical support بتاعه وال physical support والصيانة وويوي يخليك عندك مشكلة كبيرة جدا وتزعل جدا من اليوم اللي اشتريت فيه المكان لكن احايا الناس بتوع عمار خلال السنتين تلاتة اللي فاتوا اظهروا لي قد ايه ممكن يبقى عندك product محترم وفي support محترم يقدر يخليك تأمغريد شغل بعد ما جبت المكانة الاوانية بشوية انا خدت قرار ان انا I need another dry milling machine علشان خاطر شغل الزيركونيام والحاجات التانية بعيد عن شغل التايكينيام وانا مش من الناس اللي برو ان المكانة الويت تشتغل dry انا تقليدي شوية انا بحب الويت يشتغل ويت والدراي يشتغل dry فالحقيقة بدون تردد المرة دي انا ما فكرت انا رفعت سمعت التليفون قالو اعمار مكنة بكيان بكذا طب يلا انا عاوز مكنة تانية والحقيقة مكنة الزيركونيام التانية اللي عندي is doing very nice performance time and mailing اقل بكتير من المكنة القديمة اللي كانت عندي quality product اللي طالع الحقيقة هايل لما تحسب production cost بقى consumables البيرز مع تشغيل المكنة مع support مع الصيانة هتلاقي ان مصاريف التشغيل في العموم relative الاقل بكتير من اي مكنة بتجيبها غير اعمار انا حاليا اوبريتنج في المعمل عندي باثنين ماشينز اللي اتنين من اعمار واحدة فيهم الماشين الكبيرة الويت دي انا مشغالها يمين لي لشغل التايتينيوم وشغل الجلاس سراميك وشغل البي مي اي والبوليميرز وعندي المكنة التانية الصغيرة هي اقب تشتغل ويت بس انا الحقيقة مشغالها dry machine بس فقط لغير بخرط مين لي عليها شغل الزيركونيام بتاعي وانا الحقيقة satisfied بالcombination ده وبحقق اقلي التارجت اللي انا عايز اعمله في المعمل بتاعي انا ناس كتيرة بتيجي تسألني عمر احنا عايزين نجيب ميلينج ماشين سواء ده كاترة لسه بيبتدوا او معمل عنده already running business وعاوز يختار ميلينج ماشين مناسبة المكن اللي موجود في الماركت كتير احنا في مصر الحقيقة عندنا شوية عقدة الخواجب بتاعت ان انا لازم يمين مكنة الماني ولا ياباني ولا ولا لازم نفهم حاجة مع بعض فيه equation كده معادلة احنا ناس بنرن بيزنس سواء هدفنا ان احنا نعمل profit كويس ونطلع quality كويس لما تحسب كل ده مع بعضه انت عندك 8 المكنة cost support اللي بتاخده سواء بتاع الهارد وير او software وquality product اللي طالعه لو انت عاوز تقارن الحاجات دي كلها مع بعض عشان تختار احسن حاجة تحقق لك cost benefit ratio لو عملت list انا I believe انه على top بتاعت الليست هي اعمارها هتاخد price معقول جدا بالنسبة للموجود في الماركت هتاخد technical support سواء في الهارد وير بتاع المكنة والصيانة او في software بتاع الكام والproduction وكمان هتطلع احسن quality ممكن تطلعها للproducts بتاعتك موسيقى موسيقى موسيقى